كان فيه بيان توضيحي بشأن الحضور الجماهيري لمباريات الأحد خلاص دلوقتي يبقى فيه بيان من الحضر وعددهم قد يتعارفين الكام يوم اللي فاتوا دول مين بيقعد أكتر أو مين بيدخل أكتر أو فيه اختراق للمعايير فيه تفاصيل كتيرة فشركة التسكراتي بقيت تنزل بيان توضيحي لعدد الجماهير أو عدد تذاكر المباعة في كل مباراة مباراة المصري وبيرامدز كان من النادي المصري فيه أو جميعي النادي المصري 384 تسكرة مباعة للجمهور بيرامدز يتبع لهم في هذه المواجهة تلت تذاكر تلت تذاكر تلت مشجعين ده مباراة المصري وبيرامدز اللي بعده مباراة السيرامية كلبطرة والزمالك بالنسبة للسيرامية كلبطرة ما فيش تذاكر مباعة ليهم بالنسبة لنادي الزمالك فيه تلت تلاف تسكرة مباعة للجمهور إحصائية الحضور سيرامية كلبطرة لا يوجد الزمالك 2683 مشجع يعني فيه تلت تلاف تسكرة بعد و2680 هم اللي راحوا في النادي الأهلي في مباراة أسوان 2100 تسكرة مباعة للجمهور وفيه كمان 900 دعوة للنادي الأهلي من نادي أسوان فيه 15 تسكرة مباعة لجمهور أسوان من اللي حضر بقى؟ من النادي الأهلي من الـ 2100 تسكرة المباعة حضر 1985 مشجع بالنسبة لـ 900 دعوة دعوة مجانية للنادي الأهلي منهم 20 مشجع بس من الـ 900 تسكرة يعني الباقي محدش فيهم راح بالنسبة لنادي أسوان ففيه 13 مشجع راح من أصل 15 تسكرة مباعة لنادي أسوان تسكرة مباعة لنادي أسوان